جولة اقتصادية جديدة وتتركز على الشأن المحلية حيث أكد البنك المركزي اليمني في عدن أن الأوراق النقدي من العملة الوطنية بجميع فئتها المتداولة والمسترط استنادا إلى قانون البنك رقم 14 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2003 تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن طالما كانت سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه وقال البنك في بيان له إنه لا يجوز رفض التعاون بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة عنه وفقا للإجراءات القانونية للبنك والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016 بشأن أعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيسي إلى عدن وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من دعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانون تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخراتهم سواء بإلغاء عملتهم أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانون وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد إلى ذلك كشف خبراء اقتصاديون عن أن أهم هدف يسأل حوثيون لتحقيقه من خلال عملية سحب الأوراق النقدية الجديدة هو انتزاع 50% من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية الخاصة بالحكومة ومعالجة شح السيولة في مناطق سيدرتهم بعد أن وصلوا إلى مرحلة الانهيار في الجانب الاقتصادية واضف الخبراء أن الميليشيات الحوثية تسعى للتعافي الاقتصادية عبر الاعتراف الحكومي بفروع البنك المركزي في المناطق الخاضعة لسيدرتها فضلا عن قيامها بتعزيز الانفصال النقدي في البلاد أقر البنك المركزي في عدن آلية جديدة لتمويل استيراد المواد الغذائية التي لا تشملها الوديع السعودية تتمثل في تقديم جميع التجار طلبات فتح الاعتمادات يتم إنجازها خلال يومين من التقديم على أن تكون طلبات حقيقية ومستوفات للشروط وتهدف الآلية الجديدة إلى الإسلام في تخفيف المعاناة على المواطنين الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن طريق تحديد سعر صرف أقل من سعر السوق وتحمل البنك المركزي لفارق السعر وشدد البنك على ضرورة تفاعل جهة الحكومية المعنية بمتابعة السوق المحلية للحد من التلاعب بأسعار المواد الغذائية وأخيرا أكدت مصادر محلية قد ميليشيات الحوثي بإغلاق 38 كسارة تقوم بإنتاج الحصي المستخدم في دخل سانة المسلحة ما أدى إلى مضاعفة معاناة العمال وقطع أرزاقهم في ظل الظروف الاقتصادية بارغة الصعوبة وقال عاملون في مناجم تكسير الحجارة إنه تم إغلاق 11 كسارة في محافظة الصنعاء و27 في عمران وحجة وباجر ودمار وإب وأكد ملاك الكسارات أن ميليشيات فرضت رسوما تقدر بـ 8900 ريال على المتر الواحد المستخرج من الحصية بدلا من 2900 ريال كما فرضت جبايات على كل مرحلة من مرحل الاستخراج والبيع إضافة إلى فرض إتاوات على سائقي ناقلات الحصية تتفاوت ما بين 46 و128 ألف ريال لترتفع سعر الحمولة للناقلة إلى 400 ألف ريال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة